دعنا للأهل كيان ونظام المهندس عدلي قال لك ده كانت تبقى فتنة لو الصح والخير والنظام ما ينتصرش في النهاية تكون فتنة في الأرض لأنه في النهاية هي كانت حتاخدنا لدي فالانتصار ده رجعنا فوقنا الصحة صحة هو ده طبيعي بتاع الأهلي وطبيعة علاقته بجماهيره اللي جاء لها وقت كده ناس لعبت فيها وقال لك لا احنا عايزين صوتنا يبقى عالي احنا كمان ولا مش هناخد حقوقنا فثبت أن للصبر على الأدى هو اللي بيكسب التمسك بالقيام بالقيام مش وتحتى لو يوم بتخسر ماتش مش مفروض يبقى فتنة يا أستاذ إبراهيم عايزين لا 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 الغلط اللي ما تطلبكش بالغلط عشان تنتصر يكونش الانتصال مقروم بالغلط يعني أنا مش عايز علاقة للأهلي بجماهيره تتزبزب بالنتائج ها مش علاقة مكسب وهزين أعرف أن الأهلي في الآخر في المجمل هو اللي هيكسب لأنك مؤمن بيه بقيمه بتقاليده خلي بالك جماهير الأهلي يوم المنى يوم المنى مش أنك أنت تخسر بطولة يوم المنى أنك تخسر ثقتك في أن الأهلي ينتصر بالقيم والتقاليد وأنه مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم هو ده يا جماعة الهدف الأساسي في اللي احنا بنقوله أنت تعرف أنك لما بتمشي صح ربنا بيوفاك ومحدش أبدا يطالب أي حد ماشي صح أنه يمشي غلط على أساس أنه مش هيكسب إلا بالغلط أو أن الصوت العالي بينتصر أو أن الاحترام والالتزام والأخلاق ضعف لا الالتزام والاحترام والأخلاق والقيم وإرساقها ده منتهى القوة وبعدين أنت بتعمل كل اللي عليك وبتسيب الباقة على ربنا سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة